الوساطة القطرية المصرية تمكن من التوصل الاتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل يومين إضافيين هدنة إنسانية بنفس الشروط السابقة تفتح الباب أمام الإفراج عن دفعة جديدة للأسرى ومواصلة إدخال مساعدة طارئة إلى قطاع غزة وأكدت قطار التي تلعب دورا رئيسيا في الوساطة الحالية تركيزها على الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع نشو بحرب إقليمية وفي دل السمرر مفعول الهدنة الإنسانية باشرت حركة حماس وإسرائيل عبر هيئة الصليب الأحمر الدولية في تنفيذ فصول اتفاق الهدنة الذي ينص على تبادل الأسرى بين الجانبين وأخبرت السلطة الإسرائيلية عائلة المحتجزين الذين تم إخلاء سبيلهم من طرف حركة حماس وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الدفعة الرابعة من الأسرى تشمل 11 إسرائيليا في المقابل أعلنت حركة حماس قائمة أسماء الأسرى المفرج عنه من السجون الإسرائيلية وضفت الحركة أن القائمة تضم ثلاث أسيرات وثلاثون قاصرا وفيما تصمر الهدنة توجهت شاحنات جديدة عبر معور رفاح إلى قطاع غزة وحملت هذه الشاحنات كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية ولقي إطالة أمد الهدوء يرد دفع المرحبة من عدة أطراف دولية وإقليمية التي أكدت أهمية إرصاء وقف إطلاق نار دائم بغزة ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد الهدنة مؤكدا أنه سيعمل مع قطر ومصر وإسرائيل للتأكد من تنفيذ جميع جوانب الاتفاق وأكد الأمين العام لأمم المتحدة أهمية التوصل إلى وقف إنساني كامل لإطلاق النار واعتبر أنتوني جوتريش التوصل للهدنة بأنها بارقة أمل إنسانية وسط ظلمات الحرب كما أكدت منظمة الصحة العالمية أهمية هذه الهدنة للسماح بدخول كمية جديدة من المساعدة الإنسانية لساكنة قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر